السلفية كمدرسة في التاريخ الإسلامي يجب أن نميز بينها وبين السلفية في السعودية يعني السلفية في السعودية أو السلفية الجهادية في السعودية هي الشكل الأقصى والرادكالي في الخط السلفية العام في التاريخ الإسلامي هناك مدارس سلفية في تاريخ المسلمين ولكن لم تأخذ هذا الشكل المتطرف والعنيف في تاريخ المسلمين إلا عبر هذه المدرسة المدرسة الوهابية بالتحديد الآن يمكن الحديث عن انشقات داخل الوهابية أنا لا أعتقد أنت مثلا في الكتاب ذكرت سفر الحوالي ذكرت ناصر العمر وغيرهم أيضا وعيد القرن للأسف الشديد حين نتحدث عن المرجعية الفكرية لهؤلاء وللقاعدة هي مرجعية واحدة يعني كلهم يقترفون مرجعية القاعدة برأيك لا المرجعية الوهابية المرجعية التاريخية الوهابية الأصيلة التي هي تحتوي هذا الفكر الذي تتبناها القاعدة ويتبناها أو لا قبل أن أقطع لدرورات التوقف مع فاصل مرجعية القاعدة هي الوهابية هذا ما تريد قوله أو هذا ما قصدته وهذا ما فهمناه على أي حال نلتقي بعد الفاصل وأذكر مرة جديدة بعنوان الكتاب أثلفية الجهادية في السعودية لدكتور فؤاد إبراهيم نلتقي بعد الفاصل اشتركوا في القناة نعود مرة ثانية إلى كتاب الأسبوع وأذكر مجدداً بعنوانه السلفية الجهادية في السعودية لدكتور فؤاد إبراهيم دكتور نجيب نور الدين قبل التوقف مع فاصل كنت ترحت سؤالاً على دكتور فؤاد إبراهيم عما إذا كانت الوهابية تشكل المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة بالتأكيد ولد من رحم هذا الفكر تنظيم القاعدة أولد من رحم هذا الفكر لأنه منطقة اشتغاله كانت في خارج السعودية بشكل أساسي وبمرحلة الصعود والنماء وتحقيق الإنجازات فيخيل للبعض أنه قد انفصل فكرياً عن جزوره وعن رحمه أو تنكر لهذا الرحم وهذه مغالطة واقعية ومغالطة فكرية وتاريخية بالتأكيد تنظيم القاعدة هو من رحم الفكر الوهابي وهو امتداد لأله بالتأكيد تغزى من من أتى إلى أفغانستان حين كان حين بدأ يشكل أعظم إنجازاته من خلال امساك بالسلطة يعني حتى ولو كان طالبان هي السلطة كواجهة لكن من أمسك فعلاً بالسلطة في كل مفاصل للدولة في أفغانستان هم كان تنظيم القاعدة ففي هذه الأثناء أتى إلى تنظيم القاعدة يعني تم رفض تنظيم القاعدة بعناصر إسلامية لكن من دول مثل أيمان الظواهري مثل أيمان الظواهري فصار هناك إذا بدك تطعم يعني تطعم الفكر السلفي الوهابي بالفكر السلفي للإخوان المسلمين وخاصة فكر يعني شهيد سيد قطب الشهيد سيد قطب وأخوانه يعني فأصبح يعني هناك إذا بدك للعقيدة الوهابية هناك عقيدة سياسية أيضاً تعزز من قوة يعني من من الكتلة النوعية للفكرة الوهابية التي يتأسس عليها نظيم القاعدة دكتور فؤاد إبراهيم يعني في الكتاب ربما يعني نقرأ في أكثر من صفحة على سبيل المثال بأنه يعني كانت المؤسسة الرسمية السياسية تعمل على إيجاد معدو وهمة لتصدير العنف إلى الخارج وربما يعني محاولة احتواء العنف في الداخل من خلال تصديره إلى الخارج تذكر على سبيل المثال أفغانستان وفي وقت لاحق وحالي أيضاً العراق في واقع الأمر من بداية الثمانينات بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران شهدنا انفجاراً سلفياً في السعودية كرت فعل على الثورة الإيرانية ربما بدأت كحالة ثقافية كونية يعني بدأ الانتشار الكوني للسلفية منذ بداية الثمانينات أخذت هذه الظاهرة شكلها القتالي أو المسلح في أفغانستان أول مرة ثم تمددت إلى داخل الاتحاد السفيتي في الشيشان وشهدنا بعض القيادات الفجائية التي ظهرت أنت تتحدث عن الثلفية الأممية في بعض صفحات الكتاب بلا شك وهي أخذت بعدها الأممي هو التنظيم القاعدة هو التنظيم أممي بل هي الوهابية أيضاً لديها مشروع أممي إصلاح الكون وأعتقد إذا رجعنا إلى الأدبيات السلفية هي تتحدث عن يعني كون كافر قبل قبل ظهور الوهابية يعني هي أمم يقول وفي رسائلهم أن الناس لم تكن على شيء قبل ستمائة عام وأن الظهور الشيخ ابن حمد بن لهاب هو الذي أعادهم إلى الإسلام ولذلك فكرة الجاهلية وهنا أختلف مع الدكتور نجيب في حول دور السير قطب وفكر السير قطب حول جاهلية القرن العشرين أو الجاهلية عموماً أعتقد لو رجعنا إلى الأدبيات السلفية سنجد أن هذه الفكرة قارة في المرجعيات الأولى يعني منذ الشيخ محمد عبد الوهاب وصولاً إلى مثلاً هو صباق محمد عبد الوهاب طبعاً هو الذي قسم العالم إلى دار حرب ودار إيمان ودار إسلام ودار كفر طيب تتحدث مثلاً في الكتاب عن وجود في فترة من الفترات في العراق عن وجود بين ألفين وثلاث ألاف مقاتل سعودي نعم طيب يعني هذا الكم وهذا الحجم من وصول هؤلاء السعوديين إلى العراق طبعاً ربما المئات فجروا أنفسهم برأيك أنه هذا كانت بتغطية رسمية يعني هكذا يفهم بأكثر من صفحة حقيقة في الكتاب في الواقع هذا يستند على تقارير من الداخل أيضاً يعني حين بدأوا بدأت عناصر القاعدة بعمليات قتالية داخل السعودية بين الفين وثلاث إلى بداية الفين واربعة كان الحديث أن القاعدة نقلت عملياتها إلى العراق إلى السعودية ولكن سمعنا أن القتال والجهاد ودار الحرب أصبحت في العراق وهناك يجب أن تنقل العمليات ولذلك شهدنا عودة أو هجرة عناصر كثيرة جداً من السعوديين إلى داخل العراق وهذا ما أثبته وحتى التقارير العراقية والأمريكية ويحتفظ المؤسسة الأمنية العراقية تحتفظ بملفات عديدة جداً وبعضهم سلم إلى السعودية ضمن عمليات تسوية وربما شهدنا حتى في نهر البارد هذا الوجود العدل الكبير من قيادات وعناصر سعودية قاتلت ربما بدون وعي أحياناً بإحاءات رسمية هنا دكتور نور الدين وجود سلسة ألاف سعودي في العراق يكشف حجم المشاركة بطبيعة الحال في العنف العراقي هذا ما يقوله في الصفحة 117 بالتحديد ماذا يمكن أن تؤقب كقارئ وكناقد ومتابع على مثل هذه المعلومات يعني هذا الموضوع يذكرني بكيف تعامل الغرب مع تراثه الديني أنه الغرب عمل نقلته النوعية من خلال صراعه مع الكنيسة واتغلب عليها لكن ما سحقها ما ألغاها ما شطبة حاول يصدرها تحت عنوين التبشير فصدر المسيحية إلى قارات وإلى دول خارج وحصرها في الداخل بالضبط حصرها في الداخل وصدرها يعني زخمها وجهه باتجاه الخارج كي يشكل تمهيد يعني حدل حدل ديني وفكري وثقافي للشعوب التي بدأت استعمرها الدول الأوروبية هذا الموضوع بذكرني موضوع أنه القاعدة راحت الكتلة البشرية الجهادوية راحت كلها على العراق لتمارس الجهاد في العراق كأنك صدرت يعني السلطة السعودية استفادت من فتح جبهة في العراق لتبعث الفائض الكمة والعددة من الجهاديين إلى العراق هدفين منه بتخفف الضغط الداخلي عليها ومنه بصير يعني كمان بتحول دون أن يتمكن المشروع التوافق العراقي والوحدة الوطنية العراقية من الناجح بس يعني لقطة مهمة أعتقد يعني أشاء الله الدكتور نور الدين من هذه المقاربة التاريخية ما بين الغرب وبين ما يجري يعني في السعودية مع السلفية الجهادية أعتقد بأن العراقية ترجمة نانسي قنقر